مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يحل بإيران في محاولة لحث طهران على التوصل لتفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووية المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة لكنها تسعى الآن لإنقاذها والتقى بوريل بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العاصمة طهران وتأتي زيارة المسؤول الأوروبي إلى إيران في وقت يسعى فيه الاتحاد لكسر الجمود بين طهران وواشنطن بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني وتنتظر الولايات المتحدة ردا من إيران بشأن إحياء هذا الاتفاق الذي تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية دون الخوض في قضايا غير جوهرية ودعا وزير الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي واشنطن التي انسحبت من الاتفاق ثم فردت بعد ذلك عقوبات شديدة على طهران خلال حكم الرئيس دونالد ترامب في 2018 دعاها إلى التحلي بالواقعية واعتبارا من أبريل من عام 2021 بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق وبمشاركة أمريكية غير مباشرة مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائها وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم إلا أنها علقت اعتبارا من مارس مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن ترجمة نانسي قنقر